كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب تم اكتشافها في حقل النوخذ البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلجة في المياه الاقتصادية الكويتية وأن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كم مربعا لما نتكلم عن الحفر البحري نتكلم على عدة مناطق في المنطقة البحرية المفتوحة باستثناء منطقة الجون ففي عمليات كثيرة راح تنفي 6000 كم اللي هم المنطقة البحرية المفتوحة اللي تعادل تقريبا ثلث مساحة الكويت أول العمل اللي ابتدأ في عمل مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد هذه المسوحات الزلزالية حللت بياناتها وعملنا على دراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وطبعا الجيوكيميائية لتحديد احتماليات النفطية وبفضل الله حددنا احتماليات نفطية كثيرة في المنطقة البحرية ابتدنا في ما يسمى بحقل النوخذة وهذا الحقل تم الحفر في سنة 22 وبفضل الله في سنة 2024 شهر سبعة أعلننا عن اكتشاف حقل النوخذة في طبقة المناقيش الجيولوجية هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهود شركة نفط الكويت المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية وأن الانتاج اليومي من البئر نوخذ واحد من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف وسبعة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب في عالم صناعة النفط أي اكتشاف نفطي دائما تكون السنوات التحضيرية لوصول إلى الانتاج الأمثل من هذا الحقل المكتشف من ثمان إلى خمسة عشر سنة بس احنا فضل الله بالكويت يعني عملنا في السابق على اكتشافات اعلن عنها في السابق وهو حمد الله حطيناها على الانتاج بأسرع وقت احنا ليس نتكلم على متى نحط في الانتاج احنا اليوم نعلن بأنه عندنا طاقة انتاجية ان شاء الله مستدامة فهذا هدفنا في شركة نفط الكويت هي استدامة الانتاج من خلال زيادة الاحتياطيات وتعويض ما انتج من النفط سابقا وتكمن أهمية المشروع الاستكشافي البحري كمشروع وطني يهدف الى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية اضافة الى انه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية الطلب العالمي ويرفع من مكانة الكويت كدولة منتجة للنفط والغاز موثوق بها على المستوى العالمي نواف الشراكي قناة الاخبار